هذا مكان منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مكانه وهو حد الروضة المشرفة من ناحية غرب الروضة المشرفة المنبر النبو الشريف النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخطب بجوار جذع نخلة فكان يستند على هذا الجذع صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك جاءت امرأة من الأنصار وكان لها غلام نجارا فقال سأذنة النبي صلى الله عليه وسلم في أن تصنع له منبرا منبرا النبي صلى الله عليه وسلم له مواصفات وتدرجة في البناء في العام السادس أو السابع الهجري صنع له منبرا كان منبرا بسيطا من ثلاث درجات الدرجة الأولى والثانية ثم يجلس على الثالثة ويعرضه في حدود الزراع ونصف وطوله زراعين وارتفاع كل درجة شبر تقريبا فكان يقف على الدرجة الثانية ويجلس على الثالثة وله مواصفات مشهورة منها المساند لها رمانتين وكان هذا المنبر بقي إلى أن احترق المسجد لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا